دكتور أمجاد أبتدي بحضرتك هو يعني أمراض الحساسية إيه أمراض الحساسية ليه بتزيد في هذا التوقع؟ الموسم ده ومن شهر فات مرضى الحساسية كانوا بيعانوا معاناة شديدة جدا وما زلنا والله ولا يزالوا يعانون إحنا مرينا بأسوأ فصل بمشوف فيه تقلبات السنة كلها ما بين الربيع والخريف والشتاء إحنا في شهر الخامسة ده كنا بيشوف أوقات الشتاء نفسه تقلبات الجوية ده هو موسم انتشار لمسببات الحساسية كلها سبعا كان الأطربة الغبار الدخان سبعا كان طيارات الهوى السائعة ما بين ارتفاعهم الخفاض مريد الحساسية بيعاني في هذا الموسم يعني إيه بقى كلمة حساسية كلمة حساسية هو فرط استجابة الجهاز المناعي لمسببات الخارجية عشانك أنت تسألي هي الحساسية مرض مناعي ولا لا حساسية فرط استجابة الجهاز المناعي يعني زيادة استجابة الجهاز المناعي ارتفاع في نسبة أجسام وضد معينة عند تعرض الشخص المسبب ما لديه تحسس منه زي الطراب حبوب اللقاح الفطريات المسببات البيئية كلها العين ده بيعاني من فرط استجابة بيحصل تفاعلات مع جهاز المناعي وارتفاع في الأجسام المضادة بينتج عنها بعض الوسائط اللي تؤدي إلى أعراض الحساسية زيادة في الهستامين سيلان الأنف الحكة الأنفية العطس الزكام الأزمات الربوية الشديدة الحكة الليدية المفرطة الأرتكارية حساسية العين كل دي تسمى أمراض الحساسية حساسية العين حساسية الأنف حساسية الصادر حساسية الجيل